كيف يصنع هذا الكتاب المعجزات في حياتك؟ عادة ما تحدث المعجزات للرجال والنساء من مختلف المهن والطبقات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم وبالطبع ستحدث لك أيضا حينما تبدأ باستخدام القوة السحرية لعقلك الباطن كتب هذا الكتاب ليعلمك أن تفكيرك المعتاد وشكل تخيلاتك ونمطها هو ما يصنع مصيرك فالإنسان صورة إنعكاسية لعقله الباطن هل لديك إجابات؟ لما هناك شخص حزين وآخر سعيد لما يوجد شخص فرح وثري وآخر فقير وبائس لما هناك شخص خائف وقلق وآخر مليء بالإيمان والثقة لماذا يمتلك شخص ما منزلا جميلا وفخما بينما يعيش آخر حياة رديئة في الأحياء الفقيرة لماذا ينجح شخص ما نجاحا عظيما ويفشل آخر فشلا ذريعا لما هناك متكلم بارع ذو شعبية كبيرة وآخر محدود الموهبة وغير مشهور لما لدينا شخص عبقري في عمله أو مهنته وآخر يكدح بجد وتعب طوال حياته من دون تحصين شيء في المقابل لماذا يشفى شخص ما من مرض عضال ولا يشفى آخر لماذا يتعذب الكثير من المتدينين الصالحين والطيبين عذاب المخطئين في عقلهم وجسدهم لماذا ينجح الكثير من اللا أخلاقيين واللا دينيين ويتمتعون بصحة ممتازة لما هناك امرأة سعيدة في زواجها في حين أن أختها تعيسة ومحبطة هل هناك إجابة عن هذه الأسئلة في أي من عقلك الظاهر أو الباطن؟ بالتأكيد سبب تأليف الكتاب من الواضح أن الإجابة عن الأسئلة السابقة وتوضيحها هي وغيرها من الأسئلة المشابهة وما دفعني إلى تأليف هذا الكتاب الذي حاولت فيه شرح الحقائق الأساسية العظيمة للعقل في أبسط لغة ممكنة وأعتقد أنه من الممكن تماما شرح قوانين الحياة والعقل الأساسية والجوهرية باستخدام اللغة اليومية العادية ستجد أن لغة هذا الكتاب هي ذات اللغة المستخدمة في الصحف اليومية والمجلات ومكاتب العمل وفي منزلك وورش العمل اليومية لذا أحثك وأدعوك لدراسته وتطبيق الطرق الموجزة فيه وكل قناعة مطلقة أنك بتطبيقها ستتحصل على قوة صانعة للمعجزات من شأنها أن تخلصك من الارتباك والبؤس والحزن والفشل وترشدك إلى مكانك الحقيقي وتزيل العقبات من طريقك وتعتقك من عبودية العاطفة والجسد وتضعك على الطريق الملكي إلى الحرية والسعادة وراحة البال كما أن قوة العقل الباطن هذه ستشفيك من مرضك وتعيد لك الحيوية والقوة من جديد بتعلمك كيف تستخدم قواتك الداخلية ستفتح باب سجن الخوف وتدخل إلى حياة وصفها القديس بولوس بحرية القديسين المجيدة تحرير القوة الصانعة للمعجزات إن أي شخص متماثل إلى الشفاء هو الدليل الأكثر إقناعا على قوة العقل الباطن فمنذ أكثر من أربعين عاما استطعت الشفاء من ورم خبيث يطاق عليه طبيا اسم ساركوما مستخدما قوة الشفاء في عقل الباطن التي كونتني وما تزال تحافظ على وظائف الحيوية وتحكمها تم شرح الطريقة التي طبقتها بالتفصيل في هذا الكتاب وأنا على يقين من أنها ستساعد الآخرين على الثقة بوجود الشفاء المطلق القابع في عمق العقل الباطن لدى كل إنسان فقد أدركت فجأة من خلال زياراتي لصديق الطبيب أنه من الطبيعي افتراض أن الخالق المبدع الذي شكل جميع أعضائي وصنع جسدي وأحيى قلبي قادر على شفاء ما صنعت يداه وكما يقول أحد الأمثلة القديمة الطبيب يضمض الجرحة لكن الله هو من يشفيه تحدث العجائب عندما تصلي بإخلاص يدعى التفاعل المتناغم بين مستويي العقل الظاهر والباطن والموجه علميا لغرض معين بالصلاة العلمية وهذا الكتاب سيعلمك الطريقة العلمية للوصول إلى عالم القوة المطلقة داخلك والذي سيتيح لك الحصول على كل ما تريد في هذه الحياة إذا كنت ترغب بحياة أكثر سعادة وهناء وغنا فلتبدأ إذن باستخدام هذه القوة الصانعة للمعجزات لتجعل حياتك اليومية أسهل وتجد حلا لمشاكلك في العمل وبالتالي تحقق الانسجام في علاقاتك الأسرية احرص على قراءة الكتاب عدة مرات لتريك فصوله المتعددة كيف تعمل هذه القوة الرائعة وكيف يمكنك استخلاص الإلهام الخفي والحكمة من داخلك تعلم الأساليب البسيطة للتأثير على العقل الباطن واتبع الطرق العلمية الجديدة في الاستفادة من ذلك المخزون الهائل اقرأ هذا الكتاب بعناية وجد ومحبة وأثبت لنفسك قدرته على مساعدتك بشكل مذهل فمن الممكن وعلى الأغلب أنه سيكون نقطة التحول في حياتك الجميع يصلي هل تعرف كيف تصلي بإخلاص؟ كم مضى من الوقت على تركك الصلاة بشكل يومي؟ في الشدائد وأوقات الخطر والاضطرابات وفي الأمراض وحين يكون الموت وشيكاً تنهال الصلوات منك ومن الأصدقاء وبمجرد قراءتك للصحيفة اليومية ستجد أن الصلوات تقام في جميع أنحاء البلاد من أجل طفل أصيب بداء لا أمل في علاجه أو من أجل إحلال السلام بين الدول أو حتى من أجل مجموعة من عمال المناجم المحتجزين في منجم غمرته الفيضانات ليتناقل بعد إنقاذهم قولهم إنهم كانوا يصلون أثناء انتظار النجدة في الوقت الذي يقول فيه ربان طائرة أنه كان يصلي عند قيامه بهبوط اضطراري ناجح لا شك أن الصلاة هي الملجأ الدائم في وقت الشدائد لكن عليك أن لا أن تنتظر حلول المصائب حتى تجعل الصلاة جزءاً أساسياً وبناءاً من حياتك تتصدر الإجابات المفاجئة للصلاوات عنوين الصحف الرئيسية وتعد دلائل على التأثير الفعال للصلاة لكن ماذا عن صلوات الأطفال المتواضعة وصلوات الشكر البسيطة التي تقام يومياً على الموائد والعبادة المخلصة التي جل ما يريد منها الإنسان هو التواصل مع الله اضطررت من خلال عملي مع الناس أن أدرس طرائق الصلاة المختلفة فقد جربت التأثير القوي للصلاة في حياة خاصة كما تحدثت وعملت مع الكثير من الأشخاص الذين استفادوا أيضاً من صلواتهم وعادة ما تكمن المشكلة في تعليم الآخرين كيفية الصلاة لأن الأشخاص الواقعين في محنة يعانون من صعوبة في التفكير والتصرف بعقلانية وهم بحاجة إلى اتباع طريقة سهلة ونمط عملي وعضح وبسيط ومحدد وغالباً ما يجب إرشادهم إلى أسلوب التعامل مع محنتهم الميزة الفريدة لهذا الكتاب إن ما يميز هذا الكتاب هو منهجه العملي الواقعي حيث يتم تقديم أساليب وطرق بسيطة وقابلة للاستخدام يمكن تطبيقها بسهولة في الأيام العادية كنت قد قمت بتدريسها لكل من الرجال والنساء حول العالم وقد جاء مؤخراً ما يزيد عن ألف رجل وامرأة من جميع الانتماءات الدينية والكثير منهم جاءوا من مسافة مئتي ميل لحضور جلسات تثقفية عقدتها في لوس أنجلوس وقدمت فيها أبرز ما يحتويه هذا الكتاب بين دفتيه ستعجبك الميزات الموجودة فيه لأنها تبين لك سبب حصولك على إجابة عكسية لصلاتك فقد سألني الناس في جميع أنحاء العالم آلاف المرات لماذا أصلي باستمرار ولا يستجاب لي؟ ستجد في هذا الكتاب أسباب هذه الشائعة كما أن تعبد الطرق التي يقدمها والتي يمكن التأثير فيها على العقل الباطن والحصول على الإجابات تجعل منه ذا قيمة استثنائية وملجأ دائم في أوقات الشدة ما الذي تؤمن به؟ ليس ما يؤمن به الإنسان هو ما يؤدي إلى إجابة صلاته بل عندما يستجيب عقله الباطن إلى الصورة الذهنية أو الفكرة التي في عقله وهذا القانون أو المعتقد سائد في جميع الأديان السماوية وهو ما يجعلها صحيحة نفسيا فعلى سبيل المثال قد تستجاب صلوات شخص بوذي أو مسيحي أو مسلم أو يهودي ليس بسبب عقيدته الخاصة أو دينه أو انتمائه أو شعائره أو مراسمه الدينية أو أسلوبه أو تقوصه أو أدريته الخاصة أو تقديمه لأضاحي وقرابين لكن بسبب تصديقه وقبوله العقلي لغرض الصلاة فقانون الحياة هو قانون الاعتقاد ويمكن تلخيصه على أنه فكرة معينة في العقل بالنهاية فإنما يفكر ويشعر ويؤمن به الإنسان يرتبط بحالته العقلية والجسدية وظروفه المعيشية إن الطريقة أو المنهجية التي تقوم على فهم طبيعة وسبب ما تفعله ستساعدك على تحقيق تجسيد باطني لكل ما هو جيد في هذه الحياة وبشكل جوهري فإن الصلاة المستجابة هي إدراك ما يتمناه قلبك الرغبة هي الصلاة يرغب الجميع بالصحة والسعادة والأمن وراحة البال والصدق لكن الكثير يفشلون في تحقيق نتائج محددة اعترف لي مؤخرا أستاذ جامعي قائلا أعرف أنني إذا ما غيرت من نمط تفكيري وأعدت توجيه حياة عاطفية فإن القرحة التي أعاني منها لن تتكرر لكنني لا أملك أي طريقة أو عملية أو أسلوب لتحقيق ذلك ولا أستطيع الكف عن التفكير بمشاكل الكثيرة إذا أشعر بالإحباط واليأس والتعاسى كان لدى هذا الأستاذ رغبة في التمتع بصحة جيدة لكنه كان محتاجا لفهم كيفية عمل عقله ليستطيع تحقيق رغبته ومن خلال ممارسته لطرق الشفاء المبينة في هذا الكتاب استعاد صحته وعافيته هناك عقل واحد مشترك بين جميع البشر إمرسون إن قوى العقل الباطن الصانعة للمعجزات موجودة منذ الأزل وحتى قبل بناء الكنائس وقيام العالم والحقائق الأبدية العظيمة ومبادئ الحياة سابقة لجميع الأديان هذه الأفكار هي ما يدفعني إلى حثك في الفصول التالية على استغلال هذه القوة الرائعة والسحرية ذات القدرة التحويلية والتي من شأنها أن تضمض جراح العقل والجسد وتحرر العقل الذي يستحوذ عليه الخوف وتحررك كليا من قيود الفقر والفشل والبؤس والقلة والإحباط إن كل ما عليك فعله هو توحيد عقلك وعاطفتك مع ما تتمنى تجسيده من خير وسوف تستجيب القوة الإبداعية لعقلك الباطن ابدأ الآن واليوم ودع العجائب تحدث في حياتك وإياك واليأس استمر حتى ينبثق نور الفجر ويتبدد الظلام قوة عقلك الباطن أولا الكنز الذي يكمن في داخلك يمكنك أن تستخرج من منجم الذهب الذي بداخلك كل ما تحتاجه لتعيش حياة رغيدة تفيض بالبهجة والمرح قم فقط بفتح آفاق ذهنك وأبصر الكنوزة غير المحدودة القابعة فيك كثيرون هم أولئك الذين يغطون في سباة عميق لجهلهم بهذا المنجم الزاخر بالذكاء اللامتناهي والحب الحر غير المقيد بأي حدود فهم لا يعرفون أنه بإمكانهم استخراجوا كل ما يرغبون به من منجمهم هذا إن من شأن قطعة صلب ممغنطة أن ترفع عشرة أضعف وزنها ولكن حالما تزيل قوة المغناطيس من تلك القطعة ستعجز عن رفع ريشة وعلى نحو المشابه فإن هناك نوعين من الرجال أحدهما بقوة مغناطيسية مليئ بالثقة والإيمان ويعلم بأنه أولد ليفوز وينجح والآخر يملأه الخوف والشك ويحتاج القوة المغناطيسية لتعينه على اجتياز المصاعب وهو كل ما أتته فصة قال قد أفشل قد أخسر مالي وحينها يصخر الناس مني ببساطة إن شخصا من هذا النوع لن يحقق الكثير في حياته فمن يخشى الركوب لابد أن يغرق لذا كن رجلا بقوة مغناطيسية واكتشف السر العظيم على مر العصور السر الأعظم لكل العصور بحسب وجهة نظرك ما هو السر الأعظم لكل العصور؟ ما هو سر الطاقة الذرية؟ هل هو الطاقة النووية الحرارية؟ هل هو القنبلة النيتروجينية؟ هل هو السفر بين الكواكب؟ لا كل ذلك لا يمكن أن يكون السر الأعظم لكل العصور إذن ما هو ذلك السر العظيم؟ أين يمكن أن نجده؟ وكيف يمكن أن يحدث الاتصال المباشر معه وأن يطبق على الواقع؟ الجواب بسيط على نحو استثنائي إن هذا السر هو القوة العظيمة الصانعة للمعجزات التي تكمن في عقلك الباطن وهو آخر مكان قد يسعى الناس إليه القوة المدهشة لعقلك الباطن حين تتعلم الاتصال بالقوة الخفية لعقلك الباطن وحينما تتعلم إطلاق تلك القوة فإنه لمن السهل عليك أن تضيف لحياتك المزيد من السلطة والثروة والصحة والسعادة والبهشة ومن الجدير بذكره أن هذه القوة موجودة فيك ولا حاجة للعناء في محاولة اكتسابها وكل ما عليك فعله هو أن تتعلم كيفية استخدامها وأن تفهمها جيدا وبعدها تنطلق لتطبقها في جميع جوانب حياتك وباتباعك للتقنيات والطرق المطروحة في هذا الكتاب ستتمكن من استقاء الفهم والمعرفة اللازمتين لذلك فهذا الكتاب سيبث فيك نورا جديدا وسيولد فيك قوة جديدة تمكنك من إدراك آمالك وتحقيق أحلامك لذا قام الآن باتخاذ القرار الذي يجعل حياتك أروع وأعظم وأغنى وأرقى مما كانت عليه من قبل تكمن داخل أعماقك الباطنة حكمة لا محدودة وقوة مطلقة ومنبع لا ينضب لكل ما هو ضروري وكل هذا بامتظارك لأن تنميه وتكتشفه فابدأ الآن في التعرف على تلك الطاقات الكامنة لعقلك المتغلغي في العمق وأعطيها شكلها في العالم الخارجي إن من شأن الذكاء اللانهائي داخل عقلك الباطن أن يكشف لك كل شيء تحتاج لمعرفته في كل لحظة من الوقت وفي كل مكان شريطة أن يكون عقلك منفتحا وقابلا للتلقي وإنه لمن الممكن أن تتلقى أفكارا جديدة تتيح لك أن تقوم بابتكارات واكتشافات مذهلة أو أن تؤلف كتبا ومسرحيات فضلا عن ذلك فإنه بإمكان الذكاء اللانهائي في عقلك الباطن أن ينقل لك أنواعا رائعة من المعارف ذات الطبيعة الأصلية كما يفسح المجال في أن يظهر بشكل مثالي في حياتك أي في أن يتخذ حيزا حقيقيا فيها ومن خلال حكمة عقلك الباطن يمكنك أن تجذب الرفيق المثالي وشريك أو زميل العمل المناسب كما تستطيع أيضا أن تجد المشتر المناسب لمنزلك بحيث يزودك بكل المال الذي تحتاجه فلتكن ما تريد والتفعل ما تشاء والتنضي قدما كما تتمنى من حقك أن تكتشف هذا العالم الداخلي من الأفكار والمشاعر والنفوذ والنور والحب والجمال وعلى الرغم من أنه غير مرئي إلا أن قواه جبارة فبداخل عقلك الباطن ستجد الحل لكل مشكلة وسبب كل نتيجة أيضا ولأنه بمقدورك أن تخرج قواك الخفية فستمتلك بالفعل زمام القوة والحكم اللازمين لتتقدم بأشواط كثيرة يسودها الأمن والبهجة والسيادة إن قدرة عقلك الباطن عظيمة في انتشال بناس من حالات حرجة لتجعل منهم أشخاص أصحاء مفعمين بالنشاط وأقوياء من جديد لينطلقوا بحرية إلى العالم ويتمتع بالسعادة والصحة والخواطر المبهجة كما في عقلك الباطن قوة شفاء خارقة من شأنها أن تشفي كل من العقل المضطرب والقلب المفطور وبإمكانه أيضا أن يفتح باب زنزانة العقل ليجعلك حرا طليقا فضلا عن قدرته على تحريرك من جميع أنواع العبودية المادية والجسدية ضرورة وضع أساس للعمل إذا لم يكن هناك أساس للعمل تستطيع تطبيقه بشكل عام فإنه من المستحيل إحراز تقدم جوهري في أي مسعى مهما كان مجاله لذا عليك أن تكون خبيرا في تشغيل عقلك الباطن وأن تمارس قواه على نحو مؤكد بقدر معرفتك لمبادئه أي أن تقوم بطبيقها بطريقتك الخاصة من أجل أهداف وغيات تتمنى تحقيقها وكون كيميائيا سابقا أود الإشارة إلى أنه إذا اتحد الهايدروجين مع الأكسجين بمقدار ذرتين من الأول وذرة من الثاني فسيتكون الماء ولابد أنك تعلم بالطبع بحقيقة أن ذرة واحدة من الأكسجين وذرة من الكربون ستنتج غاز أحادي أكسيد الكربون وأن هذا الغاز سام وبالرغم من ذلك فإنه حينما تضيف ذرة أخرى من الأكسجين ستحصل على ثناء أكسيد الكربون وهو غاز غير مؤذن وهكذا دوليك عبر عالم واسع من المركبات الكيميائية وبالقياس فإن مبادئ العلوم المختلفة من كيمياء وفيزياء ورياضيات وغيرها تكاد لا تختلف عن مبادئ عقلك الباطن لنأخذ بعين الاعتبار مبدأ متفقا عليه الماء لا يجري في مكان أعلى من منسوبه وهذا مبدأ عام يطبق على الماء في كل مكان ومبدأ آخر يقول إن المادة تتمدد بالحرارة وهذا حقيقي في كل مكان وزمان وتحت أي ظرف حيث تتمدد قطعة الصلب حينما تعرضها للحرارة بغض مطارع مصدرها سواء جاءتنا من الصين أم من إنجلترا أم الهند فتمدد المادة بالحرارة هو حقيقة عامة وأيضا هناك حقيقة عامة أخرى تقول مهما كان ما ترسمه في عقلك الباطن فإنه سيظهر في الواقع إما من خلال حالة أو تجربة أو حدث ما كأنه يستجاب لصلاتك على اعتبار أن عقلك الباطن يؤمن بالمبدأ أي يقوم بالأشياء بطريقة ما نسميها مبدأ على سبيل المثال إن مبدأ عمل الكهرباء هو أنها تعمل من الجهد العالي إلى الجهد المنخفض وأنت لا تغير شيئا من هذا المبدأ حينما تستهلك الكهرباء على نحو اعتيادي لكنك قد تستفيد منها في اتحادها ببعض عناصر الطبيعة فتأتي الابتكارات والاكتشافات المدهشة التي تفيد بالنعم على الإنسانية بطرق لا تعد ولا تحصى إن عقلك الباطن عبارة عن مبدأ يعمل وفقا لقانون الإيمان ومن هذا عليك أن تعي ما هو الإيمان ولما وكيف يعمل إذن إن قانون عقلك هو قانون الإيمان وهذا يعني أن تؤمن بطريقة عمل عقلك وأن تؤمن بالإيمان ذاته فإيمان عقلك هو فكر عقلك وهذا كل ما في الأمر ببساطة إن كل تجاربك والأحداث والظروف التي مررت بها والتصرفات التي قمت بها ما هي إلا استجابة عقلك الباطن لأفكارك عليك أن تتذكر دائما أن ما يوصلنا إلى النتيجة ليس الشيء الذي تعتقد به بل اعتقاد المترسخ في عقلك لذا توقف عن الإيمان بالاعتقادات الباطلة وأراء البشر وخرافاتهم ومخاوفهم آمن بالحقائق الأبدية وحقائق الحياة التي لا تتغير مطلقا حينها فقط ستتقدم للأمام وترتقي للأعلى وتسمو في مسيرتك من يقرأ هذا الكتاب ويطبق مبادئ العقل الباطن سيكون قادرا على الصلاة لنفسه وللآخرين بطريقة فاعلة وسليمة وسيستجاب لصلاته وفقا للقانون الكوني المتمثل بالفعل وردة الفعل أي بالفعل المبدئي واستجابة عقلك الباطن الذي يتوافق وطبيعة الفكرة إذن تحدث المعجزات في حياتك حينما تشغل عقلك بمثاهيم الانسجام والصحة والسلام والنية السليمة استواجية العقل من المعروف أن لكل إنسان عقل واحد فقط ولهذا العقل وظيفتان متميزتان بات الخط الفاصل بينهما من الواضح لجميع المفكرين رجالا ونساء في يومنا هذا أما عنهتين الوظيفتين فإنهما تختلفان عن بعضهما اختلافا جوهريا إذ تتسم كل منهما بخواص وقوى متميزة عن الأخرى وهناك الكثير من التسميات التي استخدمت للتمييز بينهما منها العقل الذاتي والعقل الموضوعي ومنها العقل الظاهر والعقل الباطن ومنها العقل المستيقظ والعقل النائم والعقل الصطحي والعقل الذي يكمن في الأعماق والعقل الإرادي واللا إرادي والعقل الذكري والعقل الأنثوي والعديد من المصطلحات الأخرى وبالملاحظة نجد أن كل من المصطلحين الظاهر والباطن مستخدمين في هذا الكتاب ليمثلات طبيعة الازدواجية لعقلك العقل الظاهر والباطن هناك طريقة ممتازة للتعرف على وظيفتي العقل ألا وهي أن تنظر إلى عقلك على أنه حديقة وأنت بستاني هذه الحديقة بحيث تزرع البذورة أي الأفكار في عقلك الباطن طوال اليوم بالاعتماد على تفكيرك المعتاد فكما تبذر في عقلك الباطن فإنك ستحصد النتائج في جسدك ومحيطك باشر الآن ببذر أفكار يسودها السلام والسعادة والسلوك الصحيح والنية السليمة والازدهار أيضا فكر بهدوء واقتنع بهذه المزايا لتتقبلها برحابة صدر في عقلك الظاهري المنطقي واستمر في زراعة هذه البذور الرائعة الأفكار في حديقة عقلك وسوف تحصد محصولا وفيرا قد يكون عقلك الباطن أشبه بتربة تنمو فيها جميع أنواع البذور الفاسدة منها والصالحة ولكن هل يحصد الإنسان العنب من الأشواك أو التين من النباتات الشائكة إذن لكل فكرة سبب ولكل حالة أثر ولهذا السبب أصبح من الضروري أن تكون مسؤولا عن أفكارك لتجذب الظروف المرغوبة بها فقط عندما تفهم الحقيقة وعندما تكون الأفكار المودعة في عقلك الباطن بناءة ومتناغمة ومسالمة حينها تكون طريقة تفكيرك واعية وصائبة وبالتالي ستستجيب القوة السحرية لعقلك الباطن وتخلق أوضاعا متناغمة وظروفا ملائمة وكل ما هو أفضل وعندما تبدأ بالتحكم في سير تفكيرك سيصبح بإمكانك استخدام قوة عقلك الباطن في حل أي مشكلة أو تخطي أي صعوبة وبمعنى آخر ستصبح فعليا متعاونا بشكل واعي مع قانون السلطة المطلقة التي يحكم كل شيء لو نظرت حولك ستلاحظ أن الغالبية العظمى من البشر يولون اهتمامهم بالعالم الخارجي في حين أن أولئك ذوي الرؤية والبصيرة يصبون اهتمامهم في العالم الكامن في أعماقهم تذكر دائما أن العالم الكامن في داخلك أي أفكارك ومشاعرك وتصوراتك هو ما يكون عالمك الخارجي وبهذا فهو القوة المبدعة الوحيدة بحيث يكون كل ما تجده في عالم الصياغ الخاص بك قد تم إبداعه في عالمك الداخلي بوعي أو من غير وعي إن إلمامك بالتفاعل الذي يحدث بين عقلك الظاهر والباطن سيمكنك من تغيير حياتك بأكملها فمن أجل أن تغير الظروف الخارجية لابد من أن تغير السبب الذي آل إليها يحاول معظم الناس تغيير الظروف من خلال التعامل معها في حين أن التخلص من التنافر والاضطراب والعواز والقصور يكمن بالتخلص من السبب فالسبب هو الطريقة التي تستخدم فيها عقلك الظاهر أي الطريقة التي تفكر وتتخيل بها في عقلك إنك تعيش في بحر لا ينفذ من الكنوز اللامحدودة وإن عقلك الباطن يستجيب مباشرة لأفكارك التي تكون القالبة أو الشكل الذي يتدفق من خلاله الذكاء اللامتناهي والحكمة والقوة الحيوية وطاقات عقلك الباطن وستلمس في كل فصل من فصول هذا الكتاب أطبق الفعلي لقوانين عقلك حيث يجعلك تختبر الوفرة بدلا من الفقر والحكمة بدلا من الخرافات والجهل والسلام بدلا من الألم والفرح بدلا من الحزن والنور بدلا من الظلام والانسجام بدلا من التنافر والإيمان والثقة بدلا من الخوف والنجاح بدلا من الفشل عندها ستتحرر من قانون المتوسطات لا شك أنه لا يوجد نعمة أكثر روعة من تلك الأشياء من وجهة نظر فكرية وعاطفية ومادية معظم العلماء والفنانين والشعراء والمغنين والكتاب والمخترعين لديهم فهم عميق لآلية عمل العقل الباطن والظاهر أصيب مغني الأوبرا العظيم كاروسو برهاب المسرح ذات مرة حيث تصبب وجهه عرقا وقال إن عضلات حنجرته انقبضت وتوقفت عن العمل إثر تشنج عضلي تسبب به الخوف الشديد شعر كاروسو حينها بالعار إذ كان يتحتم عليه الخروج على المسرح خلال بضعة دقائق في الوقت الذي يرتعد فيه من الخوف والهلع فقال في نفسه سيسخرون مني لا أستطيع الغناء ثم صاحب من حوله ممن هم خلف الستار قائلا ضعف الآن أقوى من قوتي ثم وجه كلامه إلى ضعفه قائلا اخرج من هنا فقوتي تريد الغناء من خلالي وكان يقصد بقوته تلك الحكمة والقوة اللامحدودة لعقله الباطن ثم صاح قائلا اخرج اخرج قوتي تريد أن تغني فاستجاب عقله الباطن مطلقا للعنانة للقوة الحيوية بداخله وعندما تلقى النداء خرج إلى المسرح وغنى بعظم وروعة أسرة الجمهور من الواضح إذن أن كاروسو قد فهم مستويي العقل المستوى الظاهر أو الوعي والمستوى الباطن أو اللاوعي كما قلنا سابقا إن عقلك الباطن يتميز بالتفاعل والتجاوب مع طبيعة أفكارك فعندما يسود عقلك الظاهر أي الجانب الضعيف الخوف والقلق والتوتر تنطلق المشاعر السلبية المتولدة في عقلك الباطن الجانب القوي لتغمر العقل الظاهر بالرعب والتشاؤم واليأس عندما يحدث ذلك يمكنك كما فعل كاروسو أن تقول لمشاعرك اللاعقلانية المتولدة في أعماق عقلك بحزن وبإحساس عميق بالسلطة توقف وهدأ إنني أمتلك زمام السيطرة ولابد أن تطيعني أنت من يخضع لأوامري ولا يمكنك التطفل على المكان الذي لا تنتمي إليه من المذهل والشائق جدا أن تراقب كيف يمكنك التحدث بحزم وقناعة مع الحركة اللاعقلانية لذاتك العميقة لينهم عقلك بالهدوء والانسجام والسلام إن عقلك الباطن خاضع لعقلك الظاهر لذلك يطلق عليه العقل الباطن أو الذاتي الاختلافات البارزة وطرق التشغيل ستدرك الاختلافات الرئيسية من خلال الأمثلة التوضيحية التالية إن العقل الواعي أشبه بملاح أو ربان سفينة يقف في مقدمتها يوجه السفينة ويومئ بالأوامر للرجال الموجودين في غرفة المحرك الذين بدورهم يتحكمون بالمراجل والآلات وأجهزة القياس إلى آخره هؤلاء الرجال لا يعرفون في الحقيقة إلى أين يتوجهون فهم يتبعون الأوامر ليس إلا ولربما يصطدمون بالصخور إن أصدر ربان سفينة تعليمات خاطئة باعتماده على البوصلة وجهاز تحديد اتجاه السفن والأدوات الأخرى ولكن عليهم إطاعته فحسب فهو الشخص المسكول الذي يصدر الأوامر المراد تلبيتها تلقائيا ولا يستطيع أحد مجادلته ومناقشته ربان السفينة سيدها وبالتالي تنفذ أوامره وعلى نحو مشابه فعقلك الظاهر الوعي هو ربان وسيد سفينتك التي تمثل جسدك وبيئتك وجميع شؤونك ويتلقى عقلك الباطن الأوامر التي تصدرها بناء على ما يؤمن به عقلك الظاهر ويقبله كحقيقة عندما تكرر قولك للناس لا أستطيع تحمل نفقة شراء هذا الشيء عندها سيقوم عقلك الباطن بتقبل كلمتك ويقنعك بأنه لا يمكنك شراء ما تريده وكلما استمريت بقول لا يمكنني تحمل ثمن هذه السيارة أو تكاليف تلك الرحلة أو شراء ذلك المنزل أو المعطف الفرو أو ذلك الثوب المصنوع من فرو القاقوم فتأكد أن عقلك الباطن سيتبع أوامرك وستعيش حياة تعوزها كل تلك الأشياء في عيد الميلاد الماضي رأت شابة جميعية جميلة حقيبة سفر غالية الثمن على واجهة أحد المحلات في طريقها للمنزل في بوغالو في نيويورك وكانت بحاجة إليها من أجل السفر لقضاء العطلة وحينما أوشكت أن تقول لا يمكنني شراء تلك الحقيبة تذكرت ما كانت قد سمعته في إحدى محاضراتي وهو لا تقبل جملة سلبية على الإطلاق بل اعكسها على الفور عندها ستحدث المعجزات في حياتك فسرعت لقول هذه الحقيبة لي إنها معروضة للبيع وأنا تقبلت ذلك في عقلي وعقل الباطن اقتنع بفكرة حصولي عليها وفي تمام الساعة الثامنة من عشية عيد الميلاد أهداء خطيبها حقيبة تشبه تماما تلك التي شهدتها وطبعت صورتها في عقلها الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم كانت الفتاة قد شغلت عقلها بفكرة التوقع وأطلقت ذلك كله في أعماق عقلها الذي يعلم السبيل لتحقيق الأمنيات قالت لهذه الشابة التي تدرس في جامعة كاليفورنيا الجنوبية لم أكن أملك المال لشراء تلك الحقيبة ولكنني أعلم الآن أين أجد المال وكل الأشياء التي أحتاجها سأجده هنا في الكنز الأبدي الذي يكمن بداخلي وكمثال توضيحي آخر عندما تقول لا أحب الفطر تشاء الصباح تباعا أن يقدم لك الفطر في الصلصات أو السلطات عندها ستشعر بعسر الهضم لأن عقلك الباطن يقول لك الرئيس أي عقلك الظاهر لا يحب الفطر هذا مثال ممتع عن الخيارات المهمة لعقلك الظاهر والباطن وربما تقول امرأة أستيقظ في الساعة الثالثة عندما أشرب القهوة في الليل فهي كلما شربت القهوة صار عقلها الباطن يوقفها وكأنه يقول لها يريدك الرئيس أن تبقي مستيقظة في الليل يعمل عقلك الباطن على مدار الساعة ليطلق أحكاما تخدم مصلحتك ملقيا ثمار تفكيرك المعتاد بين يديك كيف استجاب عقلها الباطن منذ بضعة أشهر تلقيت لسالة من امرأة تقول التالي أبلغ من العمر خمسا وسبعين سنة وأنا أرمل وأنتمي لعائلة قد بلغ أفرادها ورحلوا وكنت أعيش وحيدة معتمدة على معاشي التقاعدي سمعت محاضراتك عن قوة العقل الباطن وكنت قد قلت إن الأفكار تنتقل إلى العقل الباطن عن طريق تكرارها والإيمان بها وتوقعها وبدأت عندها بتكرار العبارات التالية بإحساس إنني محبوبة وسعيدة بزواجي من رجل لطيف محب ومتدين أنا أشعر بالأمان وصلت القيام بذلك عدة مرات يوميا لحوالي أسبوعين وفي يوم من الأيام ذهبت لي إحدى الصيدليات التي كنت قد تعرفت فيها على صيدلي متقاعد فبدأ لي أنه لطيف ومتفهم ومتدين وكان ذلك بمثابة الاستجابة المثالية لصلاتي خلال أسبوع تقدم الصيدلي بطلب الزواج مني ونحن الآن نقضي شهر العسل في أوروبا أنا أؤمن أن بصيرة عقل الباطن جمعتنا سوية بتدبير إلهي اكتشفت هذه المرأة أن الكنزة يكمن بداخلها شعرت بصدق صلاتها في أعماق قلبها فتغلغلت تلك الثقة إلى عقلها الباطن أي الوسيط المبدع حالما كونت تلك المرأة اعتقادا ذاتيا استجاب عقلها الباطن لذلك من خلال قانون الجذب وسرعان ما تكفل عقلها الباطن الذي يفيد بالحكمة والفطنة بجمعهما سوية بتدبير إلهي أقضع نفسك دائما بأن تفكر بكل ما هو حقيقي وصادق وعادل ونقي وجميل وكل ما هو حسن الصيب وكل ما هو فضيل أو يستحق المديح فتلك الأشياء جديرة بالتأمل ملخص موجز عن الأفكار التي تستحق الذكر أولا يكمن الكنز بداخلك ابحث عما يلدي رغبات قلبك في أعماق ذاتك ثانيا يكمن السر الأعظم لجميع الأشخاص العظماء على مر العصور في قدرتهم على التواصل مع قوة عقلهم الباطن وتحريرها يمكنك القيام بالأمر ذاته ثالثا يمتلك عقلك الباطن الحلول للمشاكل كافة فإذا أوحيت له قبل النوم بأريد أن أستيقظ الساعة السادسة صباحا فإنه سيوقظك في ذلك الوقت تماما أربعة عقلك الباطن هو المسؤول عن جسدك وبإمكانه أن يشفيك اخلط إلى النوم كل ليلة وأنت تمني نفسك بالتمتع بالصحة الكاملة عندها سيقوم عقلك الباطن بإطاعتك بما أنه خادمك الأمين خامسا كل فكرة سبب وكل حالة نتيجة سادسا إذا أردت أن تؤلف كتابا أو مسرحية رائعة وأن تلقي لجمهورك خطابا حسنا فانقل الأفكار بحب وأحساس لعقلك الباطن وسيستجيب لذلك سابعا أنت أشبه بربان يقود سفينة ويتحتم عليه إلقاء الأوامر الصحيحة كذلك الأمر عندما يتوجب عليك إعطاء عقلك الباطن الأوامر الصحيحة الأفكار والصور حيث يتحكم ويسيطر على جميع تجاربك في الحياة ثامنا لا تستخدم مطلقا عبارات مثل لا يمكنني تحمل نفقة ذلك أو لا يمكنني القيام بذلك فعقلك الباطن يأخذ بكلمتك ويقتنع بأنك لا تملك المال أو القدرة على القيام بما ترغب به كرر العبارة التالية يمكنني القيام بكل الأشياء مثل لقوة عقل الباطن تاسعا قانون الحياة هو قانون الإيمان والمعتقد هو فكرة في عقلك لا تؤمن بالأشياء التي تلحق بك الضرر أو الأذى بل آمن بقوة عقلك الباطن التي بوسعها أن تشفيك وتلهمك وتقويك وتسمو بك وبالتالي فإن كل ما يحدث لك سيرطبط بما تؤمن به عاشرا غير أفكارك لتغير قدرك ثانيا كيف يعمل عقلك امتلاكنا للعقل لا يكفي بل علينا أن نتعلم كيفية استخدامه هناك مستويان للعقل المستوى الظاهر أو الوعي والمستوى الباطن أو اللاوعي نحن نفكر بعقلنا الظاهر ومهما كان ما تفكر به عادة فإنه يتغلغل إلى عقلك الباطن الذي بدوره يعمل وفقا لطبيعة أفكارك إن عقلك الباطن هو موطن مشاعرك كما أنه عقلك المبدع فإذا فكرت بالخير فسيكون رفيق دربك وإن فكرت في الشر فستناله حتما هذه هي طريقة عمل عقلك عليك أن تعي أنه حالما يتقبل العقل الباطن فكرة ما فإنه يبدأ بتنفيذها ومن المدهش أن قانون العقل الباطن يتعامل مع أفكار الخير والشر على حد سواء وعندما يطبق هذا القانون بطريقة سلبية فإنه يسبب الفشل والإحباط والتعاسى ولكن عندما يكون تفكيرك المعتاد متناغما وبناء فإنك ستعيش بصحة ممتازة ونجاح واستهار لابد أن تكون بصحة جيدة وهنيئة البال لتبدأ التفكير والشعور باسلوب سليم مهما كان ما تفكر به وتؤمن بصدقه سيتقبله عقلك الباطن ويطبقه في التجربة التي تعيشها وكل ما عليك فعله هو أن تدفع عقلك الباطن لتقبل فكرتك وبالتالي فإن قارون عقلك الباطن سيمنحك الصحة والسلام كما يتمنى قلبك حينما تلقي الأوامر أو القوانين سيعيد عقلك الباطن توليد الفكرة المرسخة فيه إذ يتلخص قانون عقلك بأنك ستحصل على ردة فعل أو استجابة من قبل عقلك الباطن وفقا لطبيعة الفكرة التي تحتفظ فيها في عقلك الظاهر يشير أطباء وعلماء النفس إلى أنه عندما تنتقل الأفكار إلى عقلك الباطن فستتكون الأنطباعات لخلايا الدماغ وحالما يتقبل عقلك الباطن أي فكرة فإنه سيباشر في تنفيذها على الفور وبتوضيح أكبر فإن عقلك الباطن يعمل من خلال ربط الأفكار واستخدام كل معرفة اكتسبتها خلال مراحل حياتك لتحقيق الغاية المنشودة كما يعتمد على القوة اللامحدودة والطاقة والحكمة التي تكمن في داخلك ويوظف كل قوانين الطبيعة ليصل إلى متغاه ببعض الأحيان قد يبدو لك أنه يطرح حلولا فورية للمشاكل التي تواجهها ولكن في أحيان أخرى قد يستغرق ذلك أياما أو أسابيع أو أكثر من ذلك فأساليبه كثيرة جدا ولا يمكن إحصاؤها الفرق بين العقل الظاهر والعقل الباطن وما ليس عقلين بالمعنى الحرفي بل يعتبر مجال نشاط داخل عقل واحد عقلك الظاهر هو العقل المفكر الذي يتولى مهمة الاختيار فعلى سبيل المثال تختار كتبك ومنزلك وشريك حياتك أي تتخذ كل قراراتك بعقلك الظاهر ومن جهة أخرى ومن دون أي خيار واع من جهتك يعمل قلبك تلقائيا كما تجري عمليات الهضم والدورة الدموية والتنفس بواسطة عقلك الباطن من خلال عمليات مستقلة عن عقلك الظاهر يتقبل عقلك الباطن ما ترسخه بداخله أو ما تؤمن به عنوعي ولا يفكر بشكل منطقي كما يفعل عقلك الظاهر ولا يجادله فهو أشبه بتربة تتقبل أنواع البذول كافة الصالحة منها أو الفاسدة وأفكارك سريعة النمو كما البذور فالأفكار السلبية المدمرة قد تشق طريقها السلبي في عقلك الباطن وعندما يحين الوقت ستؤدي إلى تجربة خارجية تتناسب مع هذه الأفكار تذكر لا يتدخل عقلك الباطن في عمليات إثبات فيما إذا كانت أفكارك جيدة أم سيئة صحيحة أم خاطئة ولكنه يتجاوب وفقا لطبيعة أفكارك أو إيحاءاتك فعلى سبيل المثال إذا افترضت في عقلك الظاهر أن شيئا ما صحيح على الرغم من أنه قد يكون عكس ذلك فإن عقلك الباطن سيتقبله على أنه صحيح ويستمر على هذا المنوال ليؤدي بالضرورة إلى النتائج التي توقعتها لأنك افترضت عن واعي أن الفكرة صحيحة تجارب علماء النفس أظهرت العديد من التجارب التي أجريت من قبل علماء النفس وأخرين على أشخاص في حالة تنويم مغناطيسي أن العقل الباطن غير قادر على القيام بالاختيار والمقارنة علما أنهما عمليتان ضروريتان لعملية التفكير المنطقي كما أظهرت تلك التجارب مرارا وتكرارا أن عقلك الباطن سيتقبل أية إيحاءات حتى لو كانت خاطئة إذن سيتجاوب عقلك الباطن مع أي إيحاء تقبله بغض النظر عن طبيعة ذلك الإيحاء لتوضيح إذعان عقلك الباطن للإيحاء حين يوحي أحد ممارسي التنويم المغناطيسي للشخص الذي يخضع للتنويم بأنه نابليون بونابرت أو حتى قطة أو كلب عندها سيمثل ذلك الشخص الدور بدقة متناهية وستتغير شخصيته أثناء ذلك الوقت إذ إنه سيؤمن بكونه الشيء أو الشخص الذي يمليه عليه ممارس التنويم المغناطيسي قد يوحي معالج محترف بالتنويم المغناطيسي لأحد طلابه ممن يخضعون لحالة التنويم بأن ظهره يحقه ولآخر بأن أنفه ينزف ولثالث بأنه تمثال من الرخام ولرابع بأنه يتجمد وأن درجة الحرارة تحت الصفر فكل من هؤلاء سيتبع خطأ إيحائه الخاص به فاقدا الوعي بالمحيط الذي لا يتوافق مع الفكرة التي تلقاها تصور هذه الإضاحات البسيطة الفرق بين العقل الظاهر المنطقي والعقل الباطن على نحو واضح إذ يتسم العقل الباطن بكونه غير ذاتي وغير انتقائي ويقبل حقيقة ما يؤمن به العقل الظاهر على أنه حقيقي ومن هنا تنبع أهمية انتقاء الأفكار والخواطر والافتراضات التي تبارك وتشفي وتلهم روحك وتملأها بالفرح توضيح مصطلحي العقل الموضوعي والعقل الذاتي يشار في بعض الأحيان إلى عقلك الظاهر به العقل الموضوعي بحيث يتعامل مع العوامل الخارجية كما أن العقل الموضوعي يكتسب المعارفة من العالم الموضوعي إذ إن حواسك الخمس هي وسيلة ملاحظته بالإضافة إلى أن العقل الموضوعي هو دليلك ومرشدك في تواصلك مع بيئتك وأن المعارفة تكتسب من خلال الحواسي الخمس حيث يتعلم عقلك الموضوعي من خلال الملاحظة والتجربة والتعليم وكما ذكر آنفا إن أهم وظائف العقل الموضوعي هي التفكير المنطقي لنفترض أنك واحد من آلاف السائحين الذين يزورون لوسانجلوس سنويا ستتوصل إلى نتيجة مفادها أن لوسانجلوس مدينة جميلة بالنظر إلى المنتزهات والحدائق اللافتة والمباني الساحرة والمنازل الجميلة فها هي طريقة عمل عقلك الموضوعي وغالبا ما يشار إلى عقلك الباطن بالعقل الذاتي الذي يعي بيئته بواسطة وسائل مستقلة عن الحواسي الخمسة وهذه الوسائل هي ما نسميها الحدث الذي يعطيك الإدراك الكامل يعد العقل الذاتي مركزا للمشاعر ومخزنا للذاكرة بحيث يؤدي أهم وظائفه عندما تكون حواس عقلك الموضوعي معطلة بشكل واقت باختصار إن العقل الذاتي هو ذلك الذكاء الذي يتجلى عندما يكون العقل الموضوعي معلق أو في حالة سبات أو معاس يرى عقلك الذاتي من دون استخدام حسة الرؤية الطبيعية ويمتاز بهذه الملكة الفريدة بأن يرى ما لا يبصر ويسمع ما لا يسمع كما يمكنه أن يترك جسدك ويسافر إلى مسافات بعيدة ليعود بمعلومات غالبا ما تكون دقيقة وحقيقية بالإضافة إلى أنك تستطيع من خلال عقلك الذاتي قراءة أفكار الآخرين فضلا عن قراءة محتويات المغلفات المخطومة والخزائن المغلقة لدى عقلك الذاتي القدرة على فهم أفكار الآخرين من دون استخدام وسائل التواصل المادية العادية ومن المهم جدا أن نعي التفاعل الذي يحدث بين العقل الذاتي والموضوعي من أجل تعلم الفن الحقيقي للصلاة العقل الباطن لا يستطيع استخدام المنطق كالعقل الظاهر لا يمتلك عقلك الباطن القدرة على النقاش بشكل جدلي فعندما تعطيه إيحاءات خاطئة سيقبلها على أنها صحيحة وسيقوم بتحويلها إلى أحوال وتجارب وأحداث وعلى ذلك فإن جميع الأشياء التي حدثت لك تعتمد على الأفكار التي رسخت في عقلك الباطن من خلال الإيمان إذا ما نقلت مفاهيم خاطئة إلى عقلك الباطن فإن الطريقة المثلى لتخطي هذه المفاهيم هي أن تقوم بتكرار أفكار متناغمة وبناء باستمرار ليتقبلها عقلك الباطن وبالتالي ستتمكن من اكتساب عادات جديدة وصحية في كل من حياتك وفكرك لأن عقلك الباطن هو مركز السعادة إن التفكير المعتاد لعقلك الظاهر يرسخ أفكارا ثابتة في عقلك الباطن ويعتبر ذلك عاملا مساعدا لك كلما كانت أفكارك المعتادة متناغمة ومسالمة وبناء وبالمقابل إذا منغمست في الخوف والقلق وأشكال أخرى من التفكير الهدام فأنت حينها بحاجة العلاج الذي يكمن في التعرف على القدرة الكلية لعقلك الباطن ويمكننا إيجازه بأنه يتوجب عليك أن تتعقل وأن تطالب بالحرية والسعادة والصحة المثالية ولأن عقلك الباطن مبدع ومرتبط بالإيمان الداخلي لديك فسوف يصنع الحرية والسعادة التي طلبت بها بجدية القوة الهائلة للإيحاء يجب أن تدرك من الآن فصاعدا أن عقلك الظاهر هو حارس البوابة الذي تتمثل وظيفته الرئيسية في حماية عقلك الباطن من الانطباعات الخاطئة وها أنت ذا على دراية بأحد أهم قوانين العقل ألا وهو أن عقلك الباطن قابل للانقياد بالتأثير أصبح من المعروف لديك أن عقلك الباطن لا يجري المقارنات ولا يعقد المفارقات ولا يستخدم المنطق ولا ينظر إلى الأمور بشمولية كما العقل الظاهر لكنه ببساطة يتفاعل مع الانطباعات التي يقدمها له العقل الظاهر ولا يظهر تفضيلا لسلوك معين على سلوك آخر إليك مثالا تقليديا عن القوة الهائلة للإيحاء لنفترض أنك على متن سفينة واقتربت من شاب ما يبدو عليه التوتر وقلت له شيئا مثل تبدو مريضا جدا إنك شاحب اللون أنا متأكد من أنك ستصاب بدوار البحر دعني أساعدك في الوصول إلى حجرتك عندها سيشفب وجه الراكب بالفعل فإيحاءك له بأنه سيصاب بدوار البحر يرتبط بمخاوفه الخاصة وسيقبل مساعدتك له وبهذا سيكون إيحاءك السلبي الذي تقبله هذا الشخص أمرا محققا اختلاف ردود الفعل تجاه نفس الإيحاء من المؤكد أن هناك تفاوتا في الاستجابة لنفس الإيحاء بين شخص وآخر وذلك بسبب اختلاف حالة العقل الباطن أو المعتقد على سبيل المثال إذا ذهبت إلى بحار وقلت له متعاطفا يبدو أنك لست على ما يرام يا صديقي هل أنت مريض؟ يبدو لي وكأنك ستصاب بدوار البحر وفقا لمزاجه الخاص فهو إما أن يسخر من دعابتك هذه أو يظهر انزعاجه منها فتبدو له هزلية ليست ذات قيمة على الإطلاق لأن إيحاءك بأنه سيصاب بدوار البحر يرتبط في ذهنه بالمناعة الخاصة التي يتمتع بها ضد ذلك وبالتالي لا يثير فيه الأمر أي خوف أو قلق بل على العكس يزيد من ثقته بنفسه تفسر كلمة الإيحاء في القاموس على أنها الفعل أو السلوك المتمثل في زرع شيء ما في ذهن أحد الأشخاص وهو العملية العقلية التي يتم من خلالها استقبال فكرة معينة وقبولها ووضعها موضع التنفيذ ولكن عليك أن تتذكر أنه لا يمكن للإيحاء طرد أي شيء على عقلك الباطن ما لم يسمح عقلك الظاهر به وبعبارة أخرى فإن عقلك الظاهر قادر على رفض الإيحاء المرسل إليه كما حدث في حالة البحار الذي لم يكن يخشى دوار البحر فكان مقتنعا بمناعته ضد هذا المرض ولم يتمكن الإيحاء السلبي من أن يثير فيه أي التام خاوف أما بالنسبة للراكب الآخر فقد أثار الإيحاء بإصابته بدوار البحر مخاوفه الداخلية من هذا المرض فلكل من مخاوفه ومعتقداته وأراؤه الخاصة كيف فقد ذراعه؟ في كل عامين أو ثلاثة أقوم بالقاء سلسلة من المحاضرات في منتدى لندن للحقيقة بقاعة كاكستروم وهو منتدى أسسته منذ عدة عوام وأخبرتني مديرة المنتدى الدكتورة إيفلين فلائت عن مقال يتناول موضوع قوة الإيحاء كان قد نشر في الصحف الإنجليزية وهو يروي قصة رجل ظل يوحي إلى عقله الباطن لمدة تقارب العامين ويقول إنه على استعداد للتضحية بذراعه الأيمن مقابل شفاء ابنته التي كانت تعاني من أحد أشكال التهاب المفاصل المؤدي للشلل إضافة إلى مرض جلدي غير قابل للشفاء وهو ما جعل الأب يعبر عن رغبته الشديدة في شفائها على هذا النحو بعد أن فشل العلاج الطبي في تخفيف من حدة مرضها وقالت الدكتورة فليب إن المقال ذكر أيضا تعرض سيارة العائلة ذات يوم إلى حادث أدى إلى بتر ذراع الأب من الكتف ليختفي بعدها التهاب المفاصل والمرض الجلدي الذي كانت تعاني منه الإبنة على الفور لذا احرص على أن تكون إيحاءات الشفاء والبركة والارتقاء هي تلك التي ترسلها إلى عقلك الباطن لتكون مصدر إلهام لك على الدوام وتذكر أن عقلك الباطن لا يأخذ الأمور على سبيل المزاح بل على محمل الجد كيف يقضي الإيحاء الذاتي على الخوف؟ أمثلة عن الإيحاء الذاتي إن الإيحاء الذاتي هو إيحاء الشخصي نفسه بشيء ثابت ومحدد يروي هيربيرت باركن في دليله الممتاز حول الإيحاء الذاتي هذه الحادثة الطريفة التي يسهل تذكرها نظر زائر قادم من نيويورك إلى شيكاغو إلى ساعة يده التي يتقدم توقيتها عن توقيت شيكاغو بساعة كاملة وأخبر صديقا له من شيكاغو أن الساعة هي الثانية عشرة فقال له صديقه الذي لا يعرف فرق التوقيت بين المدينتين إنه جائع وعليه تناول الغداء يمكن استخدام الإيحاء الذاتي في القضاء على المخاوف المختلفة وغيرها من الظروف السلبية دعيت مغنية شابة لإجراء تجربة أداء وكانت تتطلع بشوق إلى المقابلة لكنها كانت قد فشلت فشلا ثريعا في ثلاث محاولات سابقة وذلك بسبب خوفها الشديد من الفشل نفسه وبالرغم من جمال صوتها إلا أنها كانت تقول لنفسها ربما لن أنال إعجابهم حين يحين دوري في الغناء سوف أحاول لكنني خائفة ومتوترة تقبل عقلها الباطن تلك الإيحاءات الذاتية السلبية كما لو أنها طلب وعبر عنها بشكل واضح من خلال تجربتها ويعود سبب ذلك إلى الإيحاء اللا إرادي أي المخاوف الصامتة التي تتجسد على نحو انفعالي وذاتي لكنها في النهاية استطاعت التغلب على هذا الأمر باتباعها الأسلوب التالي كانت تعزل نفسها في غرفة ثلاث مرات يوميا وتسترخي على مقعد مريح وتغلق عينيها وتحاول قدر المستطاع أن تضع عقلها وجسدها في حالة سكون لأن السكون الجسدي يحفز السكون العقلي ويجعل العقل أكثر تقبلا للإيحاء استطاعت المغنياء ابطال إيحاء الخوف بقولها إنني أغني بشكل جميل أنا مستعدة ومطمئنة ووافقة وهادئة وكانت تكرر هذه العبارة ببطء وهدوء وإحساس لمدة خمس إلى عشر دقائق في كل جلسة من جلساتها اليومية الثلاث التي كانت تقوم بإحداها قبل النوم مباشرة وبعد أسبوع واحد أصبحت مستعدة تماما وواثقة من نفسها وعندما حان موعد الاختبار قدمت أداءا رائعا ومبهرا كيف استعادت ذاكرتها اعتادت امرأة في الخامسة والسبعين من عمرها أن تقول لنفسها إنني أفقد ذاكرتي وذات مرة عكست هذا القول وأخذت تحفز إيحاءها الذاتي عدة مرات في اليوم بقولها من اليوم فصاعدا ستتحسن ذاكرتي بشكل كامل وسأتذكر كل ما يجب علي معرفته بكل وقت وكل مكان ستكون انطباعاتي أكثر وضوحا وتحديدا وسأحفظ بها في عقلي بشكل تلقائي وبكل سهولة وإيا كان ما أود تذكره سيظهر في عقلي بصورته الصحيحة إنني أتحسن بسرعة في كل يوم وقريبا جدا ستكون ذاكرتي أفضل مما كانت عليه في أي وقت مضى لم تنضي ثلاثة أسابيع حتى عادت ذاكرتها إلى وضعها الطبيعي وأصبحت في منتهى السعادة كيف تغلب على حدة طبعه أثبت الكثير من الرجال الذين اشتكوا من العصبية وحدة الطبع قابليتهم الكبيرة لتأثر بالإيحاء الذاتي ونالوا نتائج رائعا خلال استخدامهم للعبارات التالية ثلاث أو أربع مرات يوميا في الصباح والظهيرة ومساء قبل النوم لمدته شهر تقريبا وهي على الشكل التالي من الآن فصاعدا سأكون أكثر بشاشة وستطغى البهجة والسعادة والمرح على حالة المزاجية الطبيعية سوف أصبح يوما بعد يوم أكثر مودة وتفهما وها أنا ذا أتحول إلى مصدر للسعادة والخير لكل من حولي وأنقل لهم روح الدعابة ستصبح السعادة والفرح والبهجة من الآن حالة المزاجية الطبيعية وأنا ممتن لذلك القوة البناء والهدامة لإيحاء بعض الأمثلة والتعليقات على الإيحاء الخارجي إن الإيحاء الخارجي هو الإيحاء الذي ينتقل من شخص إلى آخر وقد كان لقوة الإيحاء على مر العصور دورا في التأثير على حياة الإنسان وتفكيره في كل زمان ومكان على وجه الأرض إذ يعد القوة المسيطرة للأديان في كثير من بقاع العالم يمكن استخدام الإيحاء في تهذيب النفس والسيطرة عليها وقد يستخدم في السيطرة على الآخرين الذين لا يعرفون قوانين العقل يمثل الإيحاء في شكله البناء شيئا رائعا وعظيما إلا أنه يصبح في جانبه السلبي واحدا من أكثر العوامل الهدامة لأماط العقل التي تؤدي بدورها إلى أماط من البؤس والفشل والمعاناة والمرض والكوارث هل قبلت بأي من هذه الأمور؟ يتنقى معظمنا منذ الطفولة الكثير من الإيحاءات السلبية التي لا نعرف كيفية التعامل معها فنتقبلها من دون وعي إليك بعض الأمثلة عن هذه الإيحاءات السلبية أنت لا تستطيع لن تحقق شيئا على الإطلاق لا تفعل ذلك سوف تفشل ليس لديك أي فرصة أنت على خطأ لا فائدة من ذلك إن الأمر لا يتعلق بما تعرفه لكن بمن تعرفه إن هذا العالم آيل إلى الخرام ما الفائدة؟ لا أحد يبالي لا فائدة من المحاولة بجدية لقد كبرت على ذلك الأمور تسير من سيء إلى أسوأ الحياة عبارة عن كدح لا نهاية له الحب للحمق لا يمكنك الفوز ستفلس قريبا جدا احذر وإلا ستصاب بالعدوى لا يمكنك الوثوق بأحد يجب عليك كإنسان بالغ أن تستخدم الإيحاء الذاتي البناء علاجا مقوما للانطباعات التي اتسدتها في الماضي وإلا فإن هذه الانطباعات ستدفعك إلى اتخاذ أماط سلوك من شأنها أن تسبب لك الفشل في كل من حياتك الشخصية والاجتماعية فالإيحاء الذاتي هو وسيلة تخلصك من التكيف اللفظي السلبي الذي قد يشويه نمط حياتك ويجعل من تنمية العادات الإيجابية مهمة صعبة يمكنك إبطال تأثير الإيحاءات السلبية ما عليك إلا أن تمسك الصحيفة اليومية لتقرأ عشرات الأخبار التي من الممكن أن تزرع بذور الخيبة والخوف والقلق والتوتر وتنذر بالهلاك الوشيك وإذا قبلت هذه الأفكار فإن الخوف قد يدفعك إلى فقدان الرغبة في الحياة لكنك تستطيع إبطال تأثيرها المدمر عن طريق إيمانك بقدرتك على رفض جميع هذه الإيحاءات السلبية من خلال إمداد عقلك الباطن بالإيحاءات الذاتية البناءة تحقق بانتظام من الإيحاءات السلبية التي يسلها إليك الآخرون لأنك لست مضطرا للتأثر بإيحاءات الغير التي سبق وعانين منها جميعا في مرحلة الطفولة والمراهقة فلو عدت بذاكرتك إلى الوراء ستتذكر بسهولة كيف ساهم كل من والديك وأصدقائك وأقربائك ومعلميك وحتى زملائك في حملة الإيحاءات السلبية هذه ولو تمعنت في الأشياء التي قيلت لك ستكتشف أن أغلبها جاء على شكل دعاية مضلة تهدف إلى السيطرة عليك وغرس الخوف داخل عقلك تحدث عملية الإيحاء الخارجي في كل منزل ومكتب ومصنع وناد والغرض وراء العديد من هذه الإيحاءات هو أن تفكر وتشعر وتتصرف كما يريد الآخرون وبالطرق التي تصب في مصلحتهم كيف قتل الإيحاء إنسانا؟ إليك مثالا عن الإيحاء الخارجي ذهب أحد أقاربي إلى عرافة في الهند فأخبرته أن قلبه ضعيف وأنه سيموت عند اكتمال البدر المقبل فهرع الرجل إلى إخبار جميع أفراد العائلة بهذه النبوءة وقام بكتابة وصيته استطاع هذا الإيحاء الخطير الدخول إلى عقله الباطن لأنه قبل به بشكل كامل كما أخبرني أن تلك العرافة مشهورة بقواها السحرية الغريبة القادرة على إلحاق الأذى أو جلب الخير لأي شخص ولأنه آمن بذلك فقد مات من دون أن يعلم أنه هو نفسه من تسبب في موته أظن أن الكثير مننا قد سمع بقصص مضحكة وسخيفة وخرافية كهذه القصة دعونا نلقي الضوء على ما حدث في سياق معرفتنا بطريقة عمل العقل الباطن مهما كان اعتقاد العقل الظاهر والمنطقي للإنسان فإن العقل الباطن سيقبله ويعمل به فعندما ذهب قريبي لمقابلة العرافة كان سعيدا وكان يتمتع بصحة جيدة ونشاط وقوة لكنه قابل إيحاءها السلبي وأصابه الظعر وظل يفكر بأنه سيموت فور اكتمال البدر المقبل وبدأ يستعد لنهايته لقد حدث كل شيء داخل عقله وكان تفكيره الخاص هو السبب في الموت أو الدمار الجسدي الذي جلبه لنفسه من خلال خوفه وتوقعه للنهاية أما العرافة التي تنبأت بموته فلم تكن لها أية قوة تذكر ولم يكن لإيحائها أية قدرة على التحقيق النهاية التي تنبأت بها ولو كان قريبي على دراية بقوانين عقله لرفض الإيحاء السلبية تماما ولم يعر لكلامها أية أهمية لأنه يعلم في قلبه أن تفكيره ومشاعره الخاصة هو ما يتحكم به ويسيطر عليه